محاضرات حول الابتزاز الالكتروني لعدد من مدارس البصرة نتابع التفاصيل نظم قسم الشرطة المجتمعية في البصرة محاضرات حول موضوع الابتزاز الالكتروني في عدد من مدارس المحافظة بغية حماية مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية بوسائل أمينة ذكر المكتب الإعلامي أن مدير الشرطة المجتمعية في البصرة وجه بإلقاء محاضرات حول الابتزاز الالكتروني في عدد من مدارس البنات تحديدا وذلك لمعرفة الطرق الكفيلة بحماية مواقع التواصل الاجتماعي الشخصية بوسائل أمينة والتحذير من الدخول على الروابط المشبوهة خوفا من التهكير وعدم الإنجرار وراء الأساليب المغرضة لأشخاص مجهولين ضمنت المحاضرات الحلول المناسبة فيما إذا تعرضت إحدى الطالبات للإبتزاز الإلكتروني من خلال اتباع جملة من الإرشادات المهمة والهامة إذن اليوم نحن فعلا بحاجة إلى مثل هكذا محاضرات خصوصا لمدارس البنات وحتى مدارس الشباب المناسبة وأنا ذكرت قبل لحظات أنه اليوم وصلنا إلى ثقافة جديدة من 2004 تقريبا إلى حد 2017-2018 هناك حالات إبتزاز شباب لشابات وكأن الآية بلشت تنعكس هناك حالات إبتزاز لبنات ضد شباب فاليوم موضوع الإبتزاز الإلكتروني يوجد محاضرات وكوجهات معنية تقدر أنت إذا تعرضت إلى أي إبتزاز تبلغ التي تابعة إلى الشرطة المجتمعية تبلغ أن أتعرضت إلى الإبتزاز تثبت بلاغك بشيء ملموس شيء إلكتروني على وجه الخصوص أو على سبيل الذكر أو على سبيل المثال حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أما موضوع أنه أنت أو أنت تخافين تبلغين خوفا من الفضيحة فهي بالتالي وبالنهاية المطاف رح تصير مشكلة وقد تصل إلى فضيحة فأنت اليوم مفروض أنه أنت تحمي نفسك أو تحمي نفسك تحمي نفسك من هذا الموضوع وتبلغين في بداية الأمر فيما لو تعرفت إلى هذه القضية وإلى هذا الشكل تحديدا موضوع الإبتزاز الإلكتروني لأنه كثير من المشاكل العشائرية بأن عشائرنا قاعدة تصير بسبب مشاكل قد تكون تافهة وبسيطة تتطور إلى استخدام أسلحة متوسطة وخفيفة ويروح ضحيتها العشرات ولهذا موضوع الدقاء العشائرية يأكو قانون جرمة موضوع الإبتزاز الإلكتروني يأكو قانون جرمة والقانون يحاسب المقصرين ويحاسب المتهمين بهاتين القضيتين فإنت لا تسكت عن حقك ولا تترك حقك ولا تخلي راسك أو راس أهلك أو راسك أو راس أهلك ينزلون بسبب الخوف اليوم أحنا كشعب وصلنا إلى مرحلة ما نخاف فما من المعقول بسبب هذا الخوف ندخل إلى متاهات جديدة ومشاكل عشائرية ونهر من الدم قد ما ينتهي لا سامح الله فإحنا نتمنى اللي لا سامح الله يتعرض إلى مثل هكذا حال يبلغ مباشرة وببداية المرحلة ما نوصل إلى مراحل متقدمة وأكو حالات قاعد يسحبوا منعدهم فلوس وعدنا كثير من القصص اليوم لما إذا نسمعها أو نقراها مؤلمة بنات يتعرضا حتى يبيع عن الحلية والذهب اللي يعدهن حتى يغطى الموضوع معين ليتعرضو لهم من حالات ابتزاز فأتي مباشرة بلغي لازم يكون عندش من أفراد بيتش شخص يعني عندش علاقة قوية بي أنه تنطي هذا السر يوقف وياتش أما أنت لما تكونين منغلقة فرح تودين نفسك وأهلك في مصائب وحتى عشرتش في مصائب قد تصل إلى دقات عشائرية ومشاكل عشائرية كبيرة